في هالحياة هناك أنواع من البشر في الطيب والراقي والمحترم والمثقف وفي البخيل والشكاك وسيء الظن والحاقد والكاره وفي نوع اسمه الاستغلالي هذا النوع زكي لكنه من أسوأ أنواع البشر نوع مهما تعبت عشانه وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور أنه هذا واجب عليك نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك وبالنهاية رح يخلوك تشعر أنه هم المتفضلين عليك نوع رح تلاقي نفسك معه مستنزف وبدون أي تقدير مهما عملت ووقت اللي ما عاد فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت النائس وهم الكاملين هذا النوع ابعد عنه مهما كان أريب منك لا تهتم لكل شيء يوجعك فبعض الهموم تموت بقلة اهتمامك فيها كن نبيلا حتى في المواقف التي لا يراها أحد ولا يعلم عنها الناس النبل الحقيقي أن تفعل الأشياء الجيدة دون أن يعلم عنها أحد لا تندم على فعل الأشياء الرائعة والكريمة حتى عندما تكتشف مستقبلا أنك قدمتها لما لا يستحق على الأقل كنت أنت رائعا وكريما عندما قدمتها هي مرة وحدة رح تتواجد فيها بها الحياة ليه ما تخليها المرة حلوة أد ما فيك بدل ما تخليها مرة أكيد فيه ناس بتقول الأمر مش بإيدينا بس العقل والمنطق بيقولوا أن السعادة قرار مش بالظروف يا ما في ناس ساكنين أصور ومش سعداء وناس بأكواخ والفرح مليان عندهم يا ما في ناس تشتري الهم شراء بضيق العين بالحسن بالنق بالقلق بنسيان النعم والطمع وعدم الشبع الإيمان والقناعة والاعتدال والرضا باللي أسموا الله بيخليها حياة غنية وثرة هي مرة بإيدك تخليها حلوة وبإيدك تخليها مرة إن شاء الله ربي حلي أيامنا وأيامكم أجمعين بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مساء النور يا مساء البهجة والسرور على أحلى صديقات وأحلى أخوات شنين يا حوالكم لباس يا ربي تكونوا كلكم في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين إن شاء الله تكونوا زهين إن شاء الله تكونوا متفردين إن شاء الله تكونوا عديتوا نهاية أسبوع بيها رغم الطقس سخون إن شاء الله تكونوا بحرتوا إن شاء الله تكونوا عملتوا كل اللي هكا في خاطركم يا ربي نهار جديد فيديو جديد أمسية جديدة وفيديو جديد نتأسفلكم على التأخر وللتأخير في طابط الفيديو الله غالب يا لبنات والله نشكي لكم الخير وإن شاء الله حالكم الخير من حالي مريضة مريضة على الأخر من آمس وفي الآمس في اللي جوبة حذية در عيلت بابا نوروني ومشرفوني آمس العشية رايد ومولد ولد عمي والحاصيل ومرت ولد عمي وبنت عمتي تبارك الله يعني الدار ما شاء الله فما تول هيتش يعني حتى باش ناخذ شوي وقت نمنتج الفيديو ما لقيتش وقت باش نمنتج وفيه اللي خدمته اليوم يعني اليوم الصباح نهز في روحي هكا شوي شوي اللي نتمنى انه يكون الفيديو يوصل لكم في الوقت اللي يساعدكم انتم اللي يحبي تفرج فيه في التوى اللي يحبي تفرج فيه غدوة اللي تحب تفرج فيه في الصباح الحاصيل ومرحبا بيكم وين ما كنتم ووقت ما كنتم ونعرف الدنيا تلاهي وللوم عليكم ومتأكدة اللي ما تلموش علي غير من المحبة وينك يا فاتن وقت شعبت الفيديو وخرتي ربي ان شاء الله ينوركم ويسأل عليكم الخير وربي يجبروا بخاطركم ويبركلكم في اصحايحكم وفي كل ما تتمنوا اليوم صديقاتي بش نشارك معاكم دبارة دبارة خفيفة ضريفة وميبطون هاكم شايفيني في اول الفيديو نقضي مع انتك العادة دي ما عندي كلمعون نشاركو معاكم وقفتي في الكوجينا شنو هاك عندي حاجات لميتهم عندي شوية بخور كخذيته وحطيته في الدبوزنتي وعندي دبوزة بلار نحط فيها البخور عندي شوية سيتون زادة مقصوص خذيته قصيته فما صديقة قالتني جمعت هي جمعت هي جمعت هي وبنقسم الاستعراض يا أختي والله ما عندي حتى قصد الاستعراض لشي راني انا نشاركو وجوبتها دي جا كتبت لها في الكومنتير قلت لها أحملت لها جيمة وقلت لها والله يروا ما عندي حتى قصد ورب يشاهد لانه ما كيفاش بش نستعرض ولا نتففف ما عندي نعرف النعمة اني الواحد يطلب كان ربي يبارك له فيها ورب يسترنا أجمعين ومجرد انه هو روتيني اليومي وقضيتي مثلا الشهرية شاركها مع صديقاتي للأفكار لا أكتر لا أقل للأسوام للبلايس للأفريات للتخفيضات دي جا تعودت والناس اللي تعرفني والناس اللي مش جديدة معايا يعني المرحبات بجدد وذاك عليش أنا دي ما نوضح انو رو ما عنديش حتى قصد يعني وأمر بكل معنتها احترام للكومنتيره دي للتعليق والنقد اللي جاو أكيد كلمكم دي ما ناخده بعين الاعتبار هنا لبنات حطيت شوية فلفل مرحي أحمر عندي الدبوزة دي عبيت الدبوزة اللي نستعملها يوميا وهذه دبوزة نعبيها نخليها بش وقت لي نقص لي نعبيه من هنا ذاك هو اللي اخر ما عندي اللي قلتوكم عليهم الكيف جاني من الكيف فهو اللي نستعمل فيه وقبل كل شي نحب نحيي صديقة معانا تحبني يحبها الخير وله أنا كيف كم كل صديقاتي تحبني نترحملها على جديتها الله يرحم جديتها ويناحمها ويجعل مأواها الجنة وربي صبرك يا صديقتي على قدم حبتها وديما أقري لها الفاتحة وديما ترحمي عليها وديما صدقي عليها وإن شاء الله ربي يجعلها من أهل الجنة يا ربي ربي يرحم أمواتنا أجمعين وهذاك حالة الدنيا للي يفهمها واللي يجرب يفقد الله لي شويكم والله لي يعني هي هذه كسنة الله في خلقة أما عن تجربة فقدين العزيزي حسك اللي الدنيا ذي مش متسويشة ما دنيا فانية يعني ما داين فيها حال كان وجهة ربي في لخ وإن شاء الله ربي يحسن الخاتمة وساعدك يا فعل خير وساعدك اللي قلبك طيب وساعدك اللي ما تأذي حد وساعدك 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 قدام ربي وهنا يا صديقاتي شاركت معاكم اللقهيو طيب بش نشارك معاكم البارا نتاعي لما حالك الدات متاحهم ما زالوا حتى الاخر سبتمبر الفين واربع عشر لو ويش ما زالوا ما عادش يعني شهر احنا توفي اخر قوت اكهو لازمني يستعملوا ما هو قبل ما يوفى الدات متاحهم ومنها وينا معنتها من بعد نبدأ نستعمل في الباكو الكبيرة ذاكا نصبوا في حكا ونعرف كداش بشي معانتها الدات متاعه ووقتها شتوفة يعني يقعد يقود ذاكا حتى بالعام واكثر بيه هنا صديقاتي عملت ما دافي وخميرة وسكر يعني عملت زوزباكو لحقيقة خميرة وعملت مغرفة سكر كبيرة انا كي نبدأ مزروبة هنا تحليل اخطاء كي نبدأ مزروبة نعملها نزيد في الخميرة بش نتخمر لي فيسع معانتها العجينة كي نبدأ مثلا نش خليها ولا تبدأ الدنيا سخونة ولا نبدأ نبنيش مزروبة بها يعني مثلا نحضرها من الصباح ونعرف روحي بش نطيبة مع نص نهار مع الماضي الساعة نوالي نخلي لها خميرة عادي والاكثرية نعملها بعد العشرة مع حكاية الجريب لحداش نتع صباح حاجكي كان واني نزربها بش جينية بش تحضر فيسع فيسع وهي حتى في نص ساعة راهي تخمر العجينة ما ننخليها راهو لبنتخليها بالساعة واكثر معانتها عادي ما يصير لها شيء وبالعكس نرجع حتى من العجينة تبدأ سهلة تتعجن بالاجداء يعني تبدأ تعجن روحة كي تتخمر بالاجداء وهنا جيت حطيت الفارينة حطيت الملح وحطيت زعتروكلي مرحيه مش يعطوني يكل جول بني وزدت شوية ماء هي راي عجينتي تتلصقها راني نعملها تتلصق العجينة هذي هي عجينة سهلة مع عجينة البيتزا راي لبنتخضر اليوم عملت بيتزا معانتها والله وما تعبتش فيه كل شيء معانتها هكا تقريبا حاضر يعني حتى كل حاجات اللي قصيتها واللي ما متخذش برشا وقت يعني بالحق حاجة خفيفة وما تسخنش برشا في الكوجينة وانا كي ما تعرفوني يعني بالنسبة للبيتزا راني نعملها اكثريتها في المقلة ما نعملهاش في الفور اللي معانتها تنجح لي في المقلة وجيني بنينا وكله وسريعة التحضير ونقعدش ان نستنى في الفور وكذا هني نحطها في المقلة قلبة منه وقلبة منه تطيب للبيتزانتين هنا تخمرت العجينة جيت حطت الفارينة بطبيعة روبستان هيجي بالفارينة العجينة تبدأ تتلصق في اليد تبدأ تريع الأخر ونتحكم فيها تبدأ سوبل حتى كي تتنقب ولا لي هو يطار للفارينة على الغاز ايش ما يصير لها معانتها نعاود نصلحها فلمتو كيفش حتى كننهزها وتتحلي شويك نحطها في المقلة وتبدأ المقلة سخونة والله نعاود نشكلها في المقلة جي ما شاء الله معانتها تشوفوها توا شكلها سهلة وسريعة التحضير ومنينة وممطن المهم هذي هي البيتزا انت العجينة انتها البيتزا توا البريد حتى السوس والله اليوم لطيبتها ما نيقول لكم راني مريضة نشكي لكم القيرة شددت عندي لحقك ديما أنا ناخذ حقك على ديما نقول هلكم في قضيتي نقول لكم راني ناخذ حاجات نخليهم نقولها لميتي وعندي راي في الكنجيلاتة اليوم قلت برا نمشي نستعمل الحق معانتها والكل يعني كل واحد يخلي ديما حاجة تحت راسها في وقت زربة متاح حاجها في سعفيسة انت عظيف جيينة تبدي ساعات مكش حاضرة وكل ما تجيش مثلا يبدو اضيف تشديه وعود بحديك ولا تعملي حاجة هيك على الزربة في سعفيسة تولي تحضرين ومسهلين مالين مهم هنا حليتك السوس ديك حليتها وعملت لحبق اي زيت لحبق نتفكر شنو حطيت لا الى الله سيدنا والحمد رسول الله وحطيت الجبن جبن موزاريلا لبنائت انا استعمل موزاريلا العربي اه صحيح هو راهي شفتوا حاجة هي توا حتى الموزاريلا غلط شنكونوا للامانة يعني بيزا في الدار ولا بيزا في الشارع ولا تتكلف قبل الحقيقة لا قبل كانت جبن كان رخيص وكان مرفق يعني وكانت الطن كيف كيف توا الطن حتى هو غلاء يعني مي كومي ما نقول لحق كعبة في الشارع تنجم تعملك حتى ثلاثة كعبات في الدار يعني يعني كلي مش مش نقول لك خطر الحكة متاع الطن كتحليها كبير مش تستعمليها اكثر من استعماء يعني كمش تحس بالميزانية انتها حتى تلقيها اقل يعني تكلفة اما حتى هي ولا تتكلف حتى في الدار هنا اللي بنيت حطيت شوية تماطم وبصل البارح كي جوب حذية جماعة عملنا هكا في الليل صندويتشيت وكل لما يا اخي بقال يا كالتماطم والبصل وليت عملت بهم عملت معنتها خليتهم في الفرجيدير حطيتهم في واحدة مسكرة واستعملت منهم اليوم وعملت هنا الطن هنا حد شي ما يتلاح عندي روف الكوجين اللي حاجة تكون معنتها في الزطلة غالب معنتها ننسيها ولا حاجة البر ولي ما نحبش نقول نرميه لاني النعمة نحب نستحفظ عليها على قدر المستطاع هنا زيتون حطيت وحطيت المعدنوس يقولك المبذرين اخوات الشياطين وانا هذه اخذيتها تدرس في الحياة انو النعمة كي تكرمها سبحانه يكرمك ربي وتكرمك النعم كثرها ربي عليكم ان شاء الله وانا البيزانتاي حضرت ودكم ولانشاهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنة والله هي البنات كان حضرت معنتها ما شاء الله فيسع فيسع اعملتها رقيقة انا ما عملتها شخشينة يعني تطيب فيسع فيسع معاك الصوس معاك الطماطة والبصل الماطة والبصل روا اختياري تنجموا تحطوا فيها كي ما تنجموا ما تحطوش وهنا دي ما نبسط بالفارينة اعملت الحصير وما كنت تعرفوني نبدأ نشارك فيكم كل الكهبة نعملها رجوع نشارككم هكا الطريق نعملها على اثنين يعني نسكرها كي السوفلي نعمل الحشو ونسكرها مانا نقليها شكا كشكل دائري المهم هذي هي الدبارة نتاعي لليوم سهلة ماهلة خفيفة ما تاخذش وقت نطلبش دجاح ميدا استغرق لي فيسع 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 حضرت اي مشاخ ذا دلاع والله انا مخرجش معكم عارفيني كي ما قلت لكم انا جمش نخرج بكل جابري عبد الحميد دلاع الحقيقة انا نحس اللي الدلاع صحيب دا يودع ما عاد شكل كي ما كي ما ايامات الدلاع الحلول اللي هو توفيه الحلاوة اما تحسي كلي يطراولة كلي اهباه صيق هكا هو العقبة العام الجي اللي انشاء الله اللي يوكلنا ولا اللي يضوقنا سنيه ضوقنا عام الجي الفيل وود الله في صفة عامة انشاء الله ربي بقي يستطر على بلادنا ويربي يكثر خيراتنا كي ما يقول المهم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله شوفوا الابنات نصحتوني كدش من مر اني انا ما عادش الرجع على التعليقات اما ريتو حاجة اليوم اللي بشرجع ليه هو اللي انه مس من مصداقتي وكذبوني وردوني للتعليق اللي جاني تكذيب وردوني نمثل وانا جاوبتكم بالفيديو كنت نصور لكم وامامتون قاعدة نتكلق ناحية توسط بشو ما نتجع ليه ووريتلكم معنتها اللي هي تحكيلي عليها فما ناس اللي بنات سالبين للطاقة يلقوك انتي في طاقة ايجابية يلقوك انتي شيخة مع روحك متحسبيهيش ماشي مع الدنيا فين مشاك ربي سبحان وين ما مشانا ربي انا مشيني وفما ناس متقلقة لمجرد ان هي تشوفك انتي مرتاحة ولا شوفك انتي معنتها عمنا جاوب بالبسيط اللي عندك تقوم هي تحب تعكرك الصفون تعمي زاجك ولا تحب تعملك هكا قلق ولا تحب تفددك بش انتي كان حاجة ديك معاش تعمليها ويدخلوا في النواية ويدخلوا في انا جاوبت جاوبت على خاطر اخر مرة بش نجاوب اخر مرة بش نجاوب وجاوبت على خاطر بالحق فيها مس من انه تقول لي كان مشيتي تولهيتي بالبلكارات متاعك خملتيهم اول حاجة انا هنا هو النهار اللي وريت فيه بلكاراتي ابر انه مثلا في سيدي رمضان انحل كل القضية متاع سيدي رمضان وشجع بعضنا كيما نعملوا الناس كل يعني حصتي دي رمضان سينا انا منيش من نوع اللي نجي راهي احتراماتي لكل من يقدم حاجة انا منيش من نوع من الناس اللي يجي يستعرض كيما قالت لي اخت يزوم الاستعراض ونجم نكون ناس تهوى عندها غرام بالصورة وبالتصوير ما هوش استعرض انا منيش ندافع على غيري ولكن كل واحد حر في محتواه يعني انا كيما ما نحبش كوني مش ينقضني ما نحبش كوني يمسني ما نحبش نمس الناس ورب يعيني الناس الكل يعني واحدة تحب تفيق تعمل فيديو توري معونها ولا توري صالتها ولا توري دارها هي حرة لها كامل حرية حرة في قناتها وحرة في دارها وحرة في اللي تحب كيما ما نحبش كوني مش ما نحبش كيما ما نحب يحترموني نزيدا نحترمون كل حد يخدم على روح ورب يعيني الناس كله والساحة تتسع للجميع ولولا اختلاف الاراء كيفاش لبارة السلع يعني يقولك كان ما جدشي الاضواق اختلاف الاضواق تبور السلع كان جدت الناس كل تحطي دارها سلعة واحدة انا شو هنقول انا نخطب العقول ولا اخطب العيون بما معناك جيني انت متخلت ما قالتلي في الكومنتير بهي عايشة احياتك كذب وتمثيل مع انتكم كوا انا داري دخل بعضها وش منظمة انا هني صورت لك وعلى غراد والله والله العلي العظيم والقرآن الكريم يا البنائت كان وانا نتوى نصور لكم كنتوش نعمل الديريكت ديريكت كي قريت الكومنتير كنتوش نعمل ديريكت ونوريكم الكوجين لكن مريضة مريضة بالحق معناتها في حالة ديجا انا توى نصور لكم وقت لي صور لكم ما عنديش برشا ما عنديش ساعة طوما اللي صورت اذي عروجاتي شرت التاعبة تاعبة عالاخر ولوجاعة ما نقول لكم مش شربت الحراب شربت شو شنقول لكم الحمد لله على كل حال فعلى فكرة مش تشوفوا هكا معايا شوية بلايس هكا عملتهم انا في البلاكارات قالت الاخت راني عملتهم على جيل جيل للخمفوس نعملوا الحق طيارة من اللي عملتوا كل مرة هكا وننمسح مثلا نحي ونعاود نعملها من مرة اخرى بالزريق ميدور بيا شايف الكوجين تبدل الكوجينة ما شاء الله هتلق لقاء هضم هما بلاكاراتي للاخت قاتلك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله انا نعيش بالكذب وانا نعيش وراني منيش نتباه ونحبش نعبط المستوى هذي ولا بش نوريكم تقول لكم تونوريكم طريقتي حتى في تنظيم القضية مش معناتها كي نقول كلمة وانا نقول لكم راني بش نوريكم وما نوريش معناتها انا نكذب ولا انا منظمتش ولا انا نمثل ولا انا نعيش في فوضى والحاجة اي انسان فينا معارض انه بش تدخل دار بعضها ولا ما تنظمش لكن انا من نظامي عرفيت والحاجة بركة مش معناتها كي واحد ما يصورش روه هو ما هوش منظم ولا مش مرتب ولا دار ودخل بعضها منتصورش معناتها فما ناس كل واحد والمحتوى اللي يخدم عليه هذي حاجة بش انك تكذب عبد ولا تقوله انتو هكة ولا هذي كمش ها ديجا هذي ما كنت صورتم معاكم بش نبدأ كل يوم وننحل في البلاكارات هاو نوري فيكم شنوى عندي وشنوى ما عنديش اما الكلام اللي تقيل ما نكذبش عليكم ماما شو حكاية توجعني مي حبيت الرد علي خطر نعرف حقيقتي شنوى وداري شنوى ونظامي شنو فاي بش بش الرد علي ش الرد علي لانو عندي حق الرد الرد عليك بالصورة بالحقيقة ها اللي انت تقولي لي بري نظمي وبريت والي وبري وماكش اول حاجة والله لاني يفاهمة لاني يفاهمة فما ناس كيفاش يجيها النوم وقت اللي هي ترمي كلام ترمي معناه تجاع عبد وقلا تشوك في عبد وقلا تسيء الظن في عبد ولا اللي هو كنت لقوا كيما قلت لكم نبنات لك وانات فيهم حاجة كحلة الكحلة ديكا راهي جيل هاوينو ديجا بالطول نعملو بالزريقة هذيك بش يمنع الخنفوس انو مايجيكش في النوفوپون ولا اللوح مايدورلكش بالكوجينة بصفة عام فهمتوني يا حال يعني ديجا انا منحير ونقول كيفاش عباد قاعدة بش تجل يعني والله بش تقولي لي كان وريتك وقتي ريدخل بعضها نفهمك كان جيتي اذا القصد متاعه وانو انتي بش تظهريني اني انا اه ما عليش بش نمثل زينا حياتي اليومي اللي فيها فيها كيجي نقصل بحضك معون ولا نظم بحضك دنيا ولا نحط بحضك حاجات هذيك هي هاهي كوجينة ما قلت تحبي تشوف فلاكاراتي ها هما دقلين بعض ها مشي هذيك غاديك البرتي ونحط انتع القاتو اينو نشوف في روحي كيكا منض اينو في موخي هيكا مرتاحة بيهو بيني وبينكم لبنين عارفاً ما عون كل حاجة اللي نستحقلها وين محضوطة وشنو حشي بيها والنظام زي ما نقولكم هذي متاع الكيك وكل ما يخص اللي حلو حطيتهم هكا في بلاسة خاصة بيهم فلن تاع الفخار انتع تديرهم مثلا كذا في بلاسة خاصة بيهم عندي زي دمعون الظيافات وكل محطوط عندي في الصالة ونحط دوزانة تاي اللي متاع كل يوم ودوزانة تاي اللي خاص بالضيافات مانيش بشو نقولك انا برفايت ولا دين تشعل شعلين ولا كل شي في بلاسة وبنظم ينجب نظامي انا تشوفي انت يا فوضى وينجب نظامك انت ما يعجبنيش انا كل واحد حر في دارو كل واحد حر في دبشو اللي حسي هو مش اللي حسيتو الواضح في الفيديو القصد متاع الكومنتير هو انك باش تمسيني هنا ولا هكا باش تقلي مني هنا وتكذبيني هنا هنا هذيك البروزرا وانشا رياض خويا انهارين مريض مسيكين اش بد الوحد متاع انشاو اتمسخ الاخطاع علي جدا انت وننظفه الجولة اللي حبيتنا عملها هذية ولا نوري هكا شو نقول ان بعضها ضنيئت هانا وريتك وانتي يحكمي واحدك بعد كلامك وبعد ما قلتشي لي هكي اه تولي هي بقضيتك وبدارك وبتنظيمك ودريشنية ويزي ما عندكم قواديني تدخل بعضاكم قواد اختي هاني انا وريتك والله دجا سبحان الله جاني كومنتير مع المر وانا اذا ما نصورج حاجات اول حاجة انا كوجين تراهي ما هي شكل كبيرة يعني عملت منها ولله الحمد والشكر كوجين رغم الصغر متاح وده بشي من نظماته على حسب امكانيات والحاجات الموجودة عندي ولله الحمد والشكر هذو ما دخلين بعضهم عندكم ما حادي كبش اتعايروني به ولكن من نجري مش انا نجي رو ري اول حاجة في التصوير الصعيب ياسه بش نجي انا نتعلق مثلا نطلع الفوق ونبدأ نخمل في الدنيا ونبدأ نظم في الدنيا ونصور لكم انا زي ما نلتمس الف عذر للناس سبحان الله تصوروا انتو ما بش نطبس مثلا ولا حاجة ما البوزيسيون ما تساعدنيش بشي مش نبدأ انا نصور من وانا الفوق وط الكاميرا من اللطب ما يجيش سبحان الله كل واحد يعمل حاجة اللي يحس روحوا فيها مرتاح واللي ما تبدأش الصورة متاع ومش بيها انا هكا نشوف اذاك عليش فاهم برش حاجات ما نعملهاش وما نصورهاش سبحان الله لي ظروف ما انا نحس روحي فيها وقتا ما يساعدنيش ادي اقجر خاص بالحاجات متاع لحلوك القوالب متاع لحلو والحاجات اللي نستحق لهم كي بش نطيب هكا حلو ولا حاجة هني ديما نحطهم هنا بحض بعضهم اذكا هو هذي هي الامكانيات اختي هذي هي على شنو نقدر انا وجوبتك على مساجك اللي بري ندريش ني برشة كلام وتكذيب وتشكيك وش بش نقول لك كلك ربي يهديك اول حاجة ثاني حاجة انتي مخممتيش في العبد اللي تكلمي فيه ولا ترميله في كلام شنو هو صحته شنو هو قادر ولا مش قادر على انه بش يعمل حاجة منيش حار فوالله ساعات منيش لك ليه ها حاصيله هذا هو اللي عندي جاوبتك ووريتك بلاكاراتي في لحظة من كومنتارك رجعته ليك هذا هو نظامي وهذه هي دويرتي وأنا مقتنعة به وأنا عمري ما نحكم على امرأة ولا على شخص بش عنده معون ولا ش عنده نظام ولا منظم ولا مش منظم ولا داره مضخمة ولا داره مش مضخمة الغني هو ربي والفقيق فقير الأخلاق والأدب على غالب نتأسف على الفيديوه ذاه لما حلها هني وريت لكم هك شوية بشات ونظام أما فعلا الكلام اللي تقال فيه اللي قلته فيه اللي ما يتقالش لأنه ما نسمحش حتى نروحي مش نعاود لكلام هذاك وأنا قررت أني أخر مرة بش نرجع عليك لين كي رجعت بش نقول لك بركة للأمانة والمصدقية وبش نقول لك راني عمري ما نمثل على الناس فم حاجات أكيد في حياتي الشخصية مانيش مخرجتها ومانيش حكيتها من عمري ما نمثل كي ما نقول هاش مش معنتها تمثيل ولا كذب الحاجة اللي نصورها اللي نوريها ري هي حقيقة ري هي موجودة في داري موسيقى